أهلا وسهلا بكم أعزائنا الطلبة لدرس جديد من دروسة لغة الإنجليزية للصفة الأول متوسطة بعد أن تهينا من دراسة اليونت الأول ودراسة معانيه ودراسة شرحه ومن ثم حل تمارينه لدينا في نهاية اليونت الأول ما يسمى Extra Activities يعني تمارين أضافية سوف نبدأ بقراءة هذه التمارين الأضافية وشرحها ثم حل جزء منها والجزء الآخر يبقى على التالي سوف نبدأ بقراءة تمارين تمارين ثم حل هذا التمرين ثم الانتقال إلى التمرين الآخر هنا لدينا Extra Activities يعني تمارين إضافية لدينا التمرين أي Put these words in order to make correct sentences لدينا هنا جملة متخربة يعني جملة غير منظمة يكون الفاعل من جهة والفاعل من جهة والنقربية من جهة أخرى يجب علينا ترتيب هذه الجملة بالشكل الصحيح طبعا كل جملة تحتو على فاعل فاعل مساعد الوجد أو ضروف فاعل فاعل مساعد ثم الفاعل الرئيس ثم مفعول به ثم تكملة الجملة أو ضروف أو صفحة سوف نبدأ بقراءة هذا التمرين وثم حل جزء منه لدينا هنا نقطتين فقط لهذا التمرين Put these words in order to make correct sentences يعني اكتب أو ضع هذه الكلمات بالشكل الصحيح لما صنع جملة صحيحة لدينا هنا ريشارد thought that was football match boring كما تلاحظون هنا الجملة غير منظمة في حالة يجب علينا تنظيم هذه الجملة السؤال الثاني والنقطة الثانية What can the friends you do at your visit? كما تلاحظون جملة غير منظمة كما تلاحظون جملة غير منظمة فسوف أبدأ بحل وترتيب هذه الجملة ثم نعود إلى أنا نسلام بكم من جديد هنا لدينا قد نظمنا هذه الجملة لتكون بالشكل العادي لدينا فسؤال Richard thought that was football match boring يعني نريد أن نقول بأن ريشارد يعتقد بأن مباراة كرة القدم كانت مملة فنأتي إلى وضع الفاعل في بداية الجملة وهو Richard ريشارد الفاعل ثم نأتي بالthought Richard thought the football match يعني يعني ريشارد يعتقد بأن مباراة كرة القدم was boring نأتي بالفاعل مساء ثم boring يعني شكانت ريشارد يعتقد بأن مباراة كرة القدم كانت مملة هذا بما يخص التمرين الأول سوف ننتقل إلى التمرين الثاني التمرين الثاني التمرين الثاني أعزاني نطلب بنا بوزلز بقنا لغز منها لدينا بعض الأسئلة وكل سؤال يحتوي على كلمة واحدة يجب علينا وضع هذه الكلمة هنا في هذه المربعات وبعد ذلك عندما نجد كل هذه الكلمات سوف تظهر لنا كلمة You can wear this يعني تستطيع ارتداء هذا الشيء الكلمة التي ستكون هنا هي باعتبار شيء نستطيع ارتداءه سوف نهدي إلى قراءة تمرين تمرين ثم ترجمته وبعد ذلك ننتقل إلى حال جزء من هذا التمرين والجزء الآخر يبقى على الطالب التمرين الأول You go there every Friday أنت تذهب هناك كل جمعة في كل يوم جمعة أنت تذهب إلى هذا المكان إذن يجب علينا كتابة هذا المكان هنا في هذه المربعات The best things of go يعني الفعل الماضي لكلمة go كلمة go في الفيلم المضارع بالفعل الماضي ماذا تصبح هذه الكلمة سوف نذكرها هنا You can't find very old things here أنت تستطيع ايجاد أشياء قديمة جدا هنا يعني في هذا المكان نستطيع أن نجد مثلا آثار أو تحفيات قديمة جدا في السؤال الرابع You can write on this تستطيع الكتابة على هذه لدينا شيء نستطيع الكتابة عليه ما هذا الشيء؟ يجب علينا أن نذكره هنا This animal is very fast هذا الحيوان هو جدا سريع لدينا حيوان من الحيوانات هو جدا سريع سوف نذكره هنا Very very nice جدا جدا لطيف ما هي الكلمة المرادة لهذه الكلمة؟ سوف نذكرها هنا والسؤال السابع والأخير You can't ride on this animal تستطيع أن تسوق هذا الحيوان ما هو الحيوان الذي يستطيع أن نركب عليه نركب عليه أو نسوقه سوف نذكره هنا سوف نذهب إلى حل هذا التمرين ثم نعود مرة أخرى لتكملة باقي التمرين أهلا بكم مرة أخرى قد تم حل بعض من هذه الأجزاء والجزء الباقي سوف يقف خواجب على طالب يجيب هو بالشهاد الشخصي أن يحل هذا الجزء لدينا هنا سؤال أول You go there every Friday أي أنت ذا نقول نوتا كل جمعة أي مكان نذهب إليه كل جمعة اللي هو موسكو اللي هو الموسك المسجد المسجد نذهب له كل جمعة السؤال الثاني كما قلنا the best tense of go يعني الفعل الماضي لكلمة go يجب عليه ذكرها هنا كما ترون هنا تقسيم الكلمة على كل حرب في كل مربع You can find very old things here تستطيع إجاد أشياء قديمة جدا أي الأماكن التي تستطيع بها إجاد أشياء قديمة جدا You can write on this تستطيع الكتاب على هذا الشيء يعني شل الشيء اللي نستطيع كتاب اللي هو الفايفر الفايفر اللي هو الورحة This animal is very fast ما هو الحيوان الذي يكون جدا سريع ما هو الحيوان الذي يكون جدا سريع يجب عليكم أيها الطلاب العزة أن تذكروا هذا الحيوان في هذه المربعات Very very nice يعني جدا جدا لطيف أو جميل المراد في الهاتم هي كلمة lovely كلمة جميل lovely هي نفسها very very nice والسابع والأخيرة You can write on this animal تستطيع ركوب هذا الحيوان ما هو الحيوان الذي يستطيع أن نركب عليه إذن يجب على الطالب ذكر هذا الحيوان هنا ننتقل إلى تكملة باقي عزان الطلبة في التمرين C Write about your favorite milk Write about your favorite milk اكتب عن وجبتك المفضلة وجبة طعامك المفضلة اكتب عنها اكتب هنا مهلم باراقراط مكون من السطرين تذكر به ما هي وجبتك المفضلة احنا يشيقل هنا Ask your teacher to help you with any English words you don't know اسأل معلمك أن يساعدك with any English words مع أي كلمة كلمات انجليزية you don't know أنت لا تعرف فهم هذا يجب على الطالب هو بجداد والشخص سأكتب ما هي وجبتك المفضلة ولماذا يحب هذه الوجبة السؤال D Write short answers to this question اكتب أجوبة قصيرة لهذه الأسئلة هنا لدينا ثلاث أسئلة يجب علينا أن نذكر أجوبة قصيرة لهذه الأسئلة What do you have to buy when you want to send the letter ماذا تشتري عندما تريد أن ترسل رسالة عندما نريد أن نرسل رسالة لشخص ما ما هو الشيء المطلوب من ناشراه لإكمال هذه الرسالة هذا السؤال السؤال الثاني Where can you find Seychelles أين تستطيع إيجاد أصداف البحر يعني Where can you find Seychelles أين تستطيع إيجاد أصداف البحر أين تستطيع إيجاد أصداف البحر نأتي إلى السؤال الثالث والأخير Name two things that grow in a garden اكتب شيئين ينموان في الحديقة لدينا مثلا نباتات أو أي شيئ كان ينمو في الحديقة يجب علينا ذكر هذه الشئين هنا سوف ننتقل إلى حل هذا التمرين ونعود لكم مرة أخرى لإكمال باقي التمارين أهلا وسهلا مرة أخرى هنا تم حل التمرين واحد فقط أو نقطة واحدة فقط The second points and the third points النقطة ثانية والنقطة ثانية يجب على الطالب هو بإجتاد الشخصي أن يحل هذه الشئ كما ذكرنا هنا What do you have to buy when you want to send a letter ماذا تحتاج أو ماذا تشتري عندما تريد أن ترسل رسالة يجب علينا شراء Stamps Stamps يجب علينا شراء Stamps لإكمال الرسالة أما النقطة الثانية والنقطة الثالثة Where can you find sessions أي ما تستطيع إيجاد صدف البحر والسؤال الثالث Name two things that grow in a garden نكتب اسمين لأشياء ينموان في الحديقة يجب علي الطالب أن يكتب ويحل هذه النقطة ننتقل أعزان الطلبة إلى النقطة السؤال الثالث السؤال E من Extra Active في هذا السؤال Listen to Sarah talking about her holidays right now لدينا هنا سوف ننتقل إلى استماع ما تقوله سارة وثم نكتب هذه الملاحظات سوف ننتقل إلى استماع للمقطع الصوتي ثم نعود إليكم مرة أسجعنا الطلبة في صفحة رقم 109 هنا لدينا ما تقوله سارة عن أطلقتها سوف نأتي إلى استماع للمقطع الصوتي وبعد ذلك سوف نأتي إلى قراءة هذا البرغراف ثم شرحه ووصفه بما قالته سارة سوف نستمع الآن إلى المقطع الصوتي ونعود لكم مرة أخرى I enjoyed my holidays very much I didn't go away but my friend Samira came and stayed with me she lives in Abu Dhabi we're the same age, 13 I visited her last year Samira came to Iraq when she was 7 a long time ago so we took her to all the lovely places we have in Iraq we went to the museum and Samira said it was very interesting one weekend we went to Hatra Samira loved that she said it was a fantastic place sometimes in the evenings we went walking along the river with my parents we thought it was beautiful and Samira said it was too and afterwards we had dinner in a restaurant mmmm we had delicious food so I will start reading this paragraph and then I will read this 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 friend presenter listened to Sarah tell King about her holidays right now I will listen to Sarah's stories about her holidays right now Sarah I enjoyed my holidays very much I didn't go away but my friend Samira come understood understood with me she lives in Abu Dhabi she lives in Abu Dhabi we are we are the same age we are in the same age 13 I visited her last year I never left her summer Samira came to Iraq when she was seven Samira ализusion to the classic the márisan so say we look we took half hair to all the lovely places we have in Iraq so we took hair and then To all the lovely places click Jamila we have in era التي نمتلكها في العراق. نحن ذهبنا إلى المتحب. سميرا قال إنه كان جميل جدا 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 جميل. في أحد نهاية الأسبوع نحن ذهبنا إلى الهترة إلى الحضار. سميرا أحبت ذلك. فهنا قال إنه كان مكانا رائعا. بعض الأحيان في المساء، نحن نمشي طويلا على النهر مع عائلتي. نحن أعتقدنا بأنه جميل. سميرا قال إنه كان جميل. سميرا قالت أيضا بأن ذلك جميل. وفي وقت لاحق، تناولنا العشاء في المطعم. نحن نملك طعام لذيذ. هذا بما يخص سارة تلكين حديث سارة. سوف ننتقل الآن إلى حل التمرين، ثم نبدأ بحل جزء من هذا. هنا يقول لنا سارة تلكين عنها حول دي سرعة موس. استمع إلى قول سارة لصديقتها، ثم يكتب ملحواتك. هنا لدينا بعض الأسئلة يجب علينا أن نحل هذه الأسئلة. ما اسم صديقة سارة؟ ما اسم صديقة سارة؟ سارة's friend's name is Samira. اسم صديقة سارة هي Samira. السؤال الثاني، أين تعيش؟ ساميرا، أين تعيش؟ يجب علينا أن نطالب أن نحل على هذه النقطة. يجب أن نذكر ما درسناه في صفحة رقم 109. وذكر لنا أين تعيش؟ ساميرا. كم عمرها؟ عمرها 13 سنة. السؤال الرابع والأخير، أين سارة's family take care؟ عائلة سارة، أين أخذوا ساميرا؟ أي الأماكن اللي زاروها؟ لدينا ثلاثة أماكن زاروها، يجب على الطالب أن يذكر هذه الأماكن التي زاروها عائلة سارة مع صديقتها ساميرا. إلى هنا ينتهي التمرين E من extractivities ننتقل الآن إلى التمرين F. ماذا قالت صديقة سارة حول الأماكن التي ذهبت إليها؟ في التمرين C، read and answer the question write short answers. نقرأ ونجاوب على الأسئلة write short answers. كتب أجوبة قصيرة. هنا لدينا قطعة عن عطلة أحمد وين قضاها أحمد مع عائلته. سوف نقرأها ونترجمها ثم نعود إلى حال جزء من هذه التمرين. أحمد وعائلته بقوا في الفندق في مدينة نيويورك. أحمد's friends Faisal صديق أحمد اسمه Faisal lives in New York يعيش في نيويورك مع عائلته Faisal is 15 Faisal عمره 15 2 years older than Ahmed أكبر من أحمد بسنتين One day أحد الأيام أحمد took a taxi to Faisal flag أحمد أخذ تاكسي إلى شقة Faisal أو شقة أو سطح Faisal He got there at health bus 2 وذهب إلى هناك في تمام ثلثين يعني الثانية والنصف What do you want to do ماذا تريد أن تفعل؟ سأل Faisal Let's go to the cinema قال أحمد دعنا نذهب إلى السينما They went to the cinema هم ذهبوا إلى السينما but they didn't stay long because the film was boring لكن they didn't stay long هم لم يبقوا كثيرا because the film was boring الفلم كان ممل They went for a walk in the park هم ذهبوا اللي يتمشوا في البارك في المتنزه It is a hook bug filled بارك called central بارك وكانه يعني هو البارك كان ضخم جدا ويطلق عليه central بارك يعني المتنزه الوسط أو الأوسط بارك The boys sit under a tree and tilting الأولاد جلسوا تحت الشجرة وبدوا يتحدثون Who is with you in New York أسكت Faisal سأل Faisal من معك في New York The whole family العائلة جميعها أحمد أنصر جاب أحمد That's my father ذلك أبي My mother My mother وأمي My two sisters وأخواتي ثم My brother واخن عند My brother واخن They talking about Iraq هم تحدثوا عن العراق Faisal said He liked New York قال Faisal يعني بأنه يعجبه New York مدية New York تعجبه But he wanted to go back to Iraq لكن هو يريد أن يعود إلى العراق Then They took a taxi ثم أخذوا taxi back to Ahmed Hotel ورجعوا إلى فندق أحمد They said goodbye هم قالوا مع السلامة And Faisal went home وFaisal رجع إلى منزله سوف نأتي بعد أن درسنا هذه القطعة سوف نأتي إلى قراءة التمارينها ثم حل جزء منها How old is Ahmed كم عمر أحمد Does Faisal live in a flat or in a house هل يعيش Faisal في السطح أو في المنزل What time did Ahmed get to Faisal home ما وقت وصول أحمد إلى منزل Faisal Did the boys enjoy the film هل الأولاد استمتعوا بالفيلم What did they do in Central Park ماذا كان يفعلون في المتنزه الوسط How many children are there in Ahmed family كم عمد الأطفال الذين يكونون في حائلة أحمد Will Faisal always live in New York هل Faisal دائمًا يعيش في نيويورك How did Ahmed get back on his hotel كيف رجع أحمد إلى فندقه سوف لقد تم حل أربعة من هذه التمارين وباقي التمارين يجب على الطالب هو أنهم How old is Ahmed يعني كم عمر أحمد He is 13 years old وعمره 13 سنة What time did Ahmed get to Faisal home ما وقت وصول أحمد إلى منزل Faisal At half past two يعني في الساعة الثانية والنصف التمارين السادس How many children are there in Ahmed family كم عدد الأطفال في عائلة أحمد والتمارين الأخير How did Ahmed get back to his hotel كيف رجع أحمد إلى فندقه He take a taxi هو أخذ تكسي بعد أن نتهينا من قراءة هذا التمارين سوف ننتقل الآن إلى قراءة التمارين الآخر من التمارين الأضافة في هذا التمرين التمرين H read and complete the sentence with the words in the box هنا لدينا بعض الكلمات يقول لنا اقرأ و اكمل الجمل مع الكلمات في الصندوق هذا لدينا هنا أربع كلمات يجب علينا أن نضع هذه ضمائر التملق في الفراغ المناسب لها هنا لدي mine بمعنى ملكي hers بمعنى ملكها theirs بمعنى ملكهم yours بمعنى ملكك هنا لدينا ضمار التملق يجب علينا أن نضع هذه الضمار في الفراغ المناسب لكل ضمار أخواني يريدون أن يلعبوا بحاسوب ألعابي لكنهم لا يريدون أن يلعبوا بحاسوب ألعب معهم أريد أن ألعب معهم فأقول ألعب معهم هذه النسبة للأولى النسبة الثانية هذا القلم ليس فراغ أنا فقط تركته لك ذلك القلم ليس فراغ أنا فقط تركته لك إنه فراغ هو فراغ وأنا أحتاجه إذن أريد أن أقول هو ملكي وأنا أحتاجه إذن أقول إنه فراغ النقطة الثالفة أنا أعطي هذا القلم ليلا لذلك الثالفة إنه فراغ بعد أن شرحنا هذا التبنيس سوف ننتقل إلى حل جزء من هذا التبنيس إنه الجزء الأخر يبقى واجب على الطب إنه سهلا مرة وفراغ كما ذكرنا هذه لدينا ضمار التملك ولدينا هنا الفراغ المناسب لضمار التملك يجب أن نضع الضمير المناسب في الفراغ المناسب كما ذكرنا الجملة الأولى أخواني يريدون أن يلعبوا بكمبيوتر حاسوب ألعابي لكنهم لا يجب أن أعطي فراغ لكنهم لا يريدون أني أو لا يدعون أني ألعب هناك معكم هذه النسبة للنقرة النقطة الثانية ذات بين إذن فراغ فقط أعطيته لك إنه فراغ ويحتاجه ذلك القلم ليس فراغ أنا فقط وضعته لك إنه فراغ هو فراغ وأنا أحتاجه إذن لدينا هنا ذلك القلم إنه فراغ وأنا فقط تركته لك إنه فراغ هو ملكي وأنا أحتاجه والنقطة الأخيرة أنا أعطيت هذا الكتاب إلى ليلى لذلك إنه فراغ إذن الآن هو فراغ كتاب ملك من يصير ملك ليلى فإيجاب علينا أن نضع أحد هذه الضمانة السؤال الأخير والتمرين الأخير من من التمارين الأضافية من اليونت الأول يقول لنا لدينا هنا خمسة كلمات يجب علينا أن نذكر خمسة جمل لكل كلمة من هذه كلمة طبعا هذه الظروف ذكرناها في الدروس السابقة سوف نأتي إلى مراجعتها ثم ذكر بعض من هذه هنا لدينا بعض الأحيان بعض الأحيان غالبا عادة دائما بالنفي دائما سوف أبدأ بحل جملتين فقط أما الجمل الثلاثة المتبقية هي واجب على الطالب بعض الأحيان يذهبون إلى المتحب هم بعض الأحيان يذهبون إلى المتحب هذه الجملة الأولى بما يخص بعض الأحيان بما يخص أفل تركتها لكم وبما يخص ويجوالي ويجوالي نحن عادة نذهب إلى الجامع في يوم الجمعة بقية لديك يجب عليك عزيز الطالب أن تكتب ثلاث جمل بما يخص هذه البروف إلى هنا عزان الطلبة ينتهي درسنا لهذا اليوم من إكسترا أكتبتيز من يونت 1 من التمارين الأضافية لليونت الأول نراكم بدرس جديد ولا تنسوا الاشتراك والإعجاب بالفيديو